إيه اللي خلاك تحط غزة عشرين تلاتة وعشرين على نفس القدر من الخطورة السياسية لـ 48 و 67 لأن دي المراحل التلاتة الكبيرة اللي في رأيي أنا حصلت فيها مواجهات كاشفة للعلاقة الإسرائيلية الفلسطينية من جانب والعلاقة العربية الإسرائيلية على الجانب الآخر يعني في سنة 48 احنا بنسميها النكبة النكبة لأن الجيشة العربية دخلت وحاولت تفك الحصار وتغير الأوضاع ولكنها يعني لم تحقق النجاح وضعنا كل إصبع الاتهام على الأنظمة العربية والأسلحة الفاسدة والخيانات إلى آخره كان عندنا 56 عابرة ولكنها اعتبرت عمل بطولي من جانب المصريين لأنه كان عمل فجائي وبريطانيا وفرنسا فيه شركاء مباشرين علىنا سبع وسبعين ده ستة سبع وستين دي بقى يعني ثالثة اللثافي زي ما أقوله سيئة جدا لأنها كشفت لحد كبير جدا العوارة العربي والضعف في الميدان القتال بعد فترة صعود كبيرة في العصر الناصري وحديث دائم عن الأمجاد العربية بعد ستة وخمسين بعد ستة وخمسين فكانت النتيجة كما هو معروف نيجي بقى تلاتة وسبعين دي خضية الجلوري المجد بتاع العرب نقطة الارتفاع القمة اللي هي الحرب الوحيدة التي لم يهزم فيها العرب بوضوح كده حتى أنا ما قلتش إنه منتصر وشككت بعض المصادر لم يهزموا طيب وعبروا أقاموا جسور الاتصال وكباري ووجدوا في الجبهة الشرقية وعملوا عمليات انتحارية وحروب لا تنسى أنا عايز أسعرك يعني ما بين القصة بعد حرب الاسنزاف كمان حرب الاسنزاف ما تنساهاش من أمجاد تلاتة وسبعين بضمها لتلاتة وسبعين بدل ما ضمها لسبعة وستين بضمها لتلاتة وسبعين لأنها نقطة إيجابية للجانب العربي أنا عايز بس أفتح قوس كده وأسأل عن لحظة حاضرة عن اللحظة اللي إحنا موجودين فيها دي أسأل عن تفسير حاضرتك كسياسي وديبلوماسي إنتوا أهل الدبلوماسية بتقرؤوها إزاي اللي أنا عرفوا إنه الإسرائيليين قاعدوا حاجة عندهم حاجة اسمها ستين عام من الغموض بخصوص القوى النواية قدرة النواية لما يطلع وزير في حكومة نتنياهو يقول إحنا مفروض إن إحنا نضرب غزة بقنبيلة نواية ده دلالته إيه على المستوى السياسي؟ لا بس ما فيش غموضي لخبر إنه وإحنا عارفين عندهم وجلده مهير ودويس ديان اتكلموا عن إمكانية استخدام خنبيلة نظيفة صغيرة ما تأثرش على الوقتان بس مش في العلن في محاضرهم في ديستهم لا 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 قالوا قال كده صراحة إيميها في إيميها كانوا فكروا عبل الصغر على طول لما القوات المصرية تقدمت وشعر الإسرائيليون بالمفاجأة كثير من الأصوات رددت ذلك ولكن أفكار شارون ومجموعته سمحت بالتصرب من الجانب الآخر وأربكت الموضوع وأحداثت نوع من التوازن على الأقل في الزهن الإسرائيلي لكن أي توازن إذا كان المصريون قد عبروا إلى الجبهة الشرقية تماما وسيطروا عليها واتخذوا مواقع فيها أنت عديت من جانب آخر من فتحة الديفرسوار مفروح ورحت تحاول تعمل على الجانب الآخر توازن ولكنه توازن مكشوف مالوش قيمة